في حدث اليوم كارلوس غسون الذي تم توقيفه في اليابان منذ التاسع عشر من شهر نوفمبر الماضي مثلا للمرة الأولى مما المحكمة دافع عن نفسه بالقول أنه تحرك عندما كان على رأس شركة نيسان بموافقة المسؤولين عن الشركة اليابانية الكرة الآن في مرمى القضاء الذي سيعلن عن موقفه في الحادي عشر من هذا الشهر معنا في الستوديو أنطوان منسة ومستشار اقتصادي ورئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا القضية برأيك عدلية قضائية بامتياز أما تحولت لو عن ما إلى قضية سياسية يعني منذ ما نرجع الماضي ونعرف القصة وخاصة هلأ الروبورتاج بيّن كل شيء أنا بقول فيه شغلتين اتهم خطأا مثل ما عم بيقول هو اليوم الصباح واحتجي الظلما بالفعل يعني وقت منشوف شخص منها النوعية بخلص شركات عنده خمسمائة ألف مظف تحت سلطه بيجي مكربج الإيدان على المحكمة ورابطينه حبلة أنا بسميها للأسف على المحكمة هيدا ظلم أنا بأعتبره ليش لأنه في عنا ثلاثة كونكلوجون اليوم بدنا ندرسها إذا صار في مجال أنه كل مقام بيه كان يعني كان بموافقة المسؤولين طبعية نيسان هذا مقاله هذا مقاله وهذا عم بيثبته لأن معترف السلاحات يتعلق وممضي وفي شغلتين أنه تصرف بنازيها وفقا للقوانين بعلم مسؤولية شركة نيسان كمان ثبتها وفي بعض الإثباتات صارت يعني مدى السنين الماضية وثالث شغلي أنه لا يزال موقوفا وهذا القاضي قال للصبح بسبب وجود خطر بالفرار منه هو يعني اليوم ما تأخذني بهالكلمة ما بعرف كيف بده يهرب يعني كارلوس وصن شخص شخصية معروفة من هالنوعية يعني ووجه معروف وما كان يقدر يهرب وخاصة طرف اليابان خاصة من اليابان يعني إذا بنعمل سكسيشون من بعد الشغلات كيف وصل على المطار ونزلوا طيارة وحطوا للكاميرات بيّن بالكونكلوجين أنه زلمي عم بينزل أنا ما بدي أدخل بالقضاء عم بينزل عن خطأ ولا عم بينزل عن حق هيدا أنا بأعتبر أنه في شوية أبوه يعني هناك تجاوزات ولكن عندما نسمع مثلا القضاة في اليابان يقولون هناك أدلة دامغة بأنه حصلت مخالفات فيما يتعلق بالإعلان عن دخلها على الأقل هذا أنا مني عم بيجي ضد القضاة أبدا باليابان بس عم بيجي على الطريقة طريقة المعاملة تجاه الشخص هذا بعدين عم برجع يجي على السكوت الموجود على هالقضية من تجاه الفرنسيين لأنه هو اليوم رئيس مجلس إدارة رينو بس هو يحضر بدفاع من قبل فرنسا ومن قبل لبنان من قبل لبنان والبرازيل كمان والبرازيل والبرازيل بس الفرنسيين اليوم يعني هالسكوت نحنا منا عم نفهمه يعني لأنه ما فيه الفرنسيين يقولون لم نقله من شركة رينو ونحن حتى الآن نعترف به كرئيس مدير عام لشركة رينو كتر خيرون بس ما بعرف إذا نحنا عنا بالماضي نتذكر قصة فلورانس كاسي الموجودة في المكسيك يعني وقت صارت قصة فلورانس كاسي يلي هي منها قضية مثل شخص مخلص مؤسسات ومخلص ناس وعامل أرباح ومطلع شركة مفلسة للمية وثلاثة بليون يعني فلورانس كاسي كان تعرف وضعه كان اكتهمت بالتهريب وبالأتاج يعني لبعض الناس وشفنا رؤساء جمهورية تدخل على الخط وتجرب مع الحكومة الفرنسية انه تقدر تخلصها بوقتها صاروا يعملوا وصايت مع المكسيك وتطلع بالجرائد وصار فيه مثل المانيفستاشونت in favor of madame فلورانس كاسي واليوم نشوف هاسكوت من هجهة هايدي يلي هو شخص فرنسي رئيس مجلس إدارة أكبر شركة يلي هي رينو ما عنا إيكو يعني حتى إيكو ما عنا إلا أنه بقي في مركز ولكن اللي أنت دخلنا في مرحلة صعبة لأن القانون الياباني ماذا يقول إذا اعترفت بذنبك يمكن الإفراج عنك ما عم بيعترف ما لم تعترف بذنبك يعني أن القضاء هو الذي سير عبدالور ويمكن أن تظل في السجن من هاك منه عم بيعترف بذنبه من هاك باقي في السجن من هاك وقت كنا موجودين ضيوف عند حضرتك لناها نحن أنه يمكن نطول العضية لأنه شخص مثل كارلوس غسن منه مثل الأشخاص الباقين يلي كانوا في القمة ونزلوا فرد فرد نزلة ذكرنا بعض الشخصيات الكبيرة الفرنسيين يلي كانوا على رؤساء شركات كارلوس غسن شخص بده يدافع عن نفسه يمكن يروح للآخر هلأ هو مقتني على حديث هلأ أنه هو ماشي على طريق الصحية هلأ هو الصبح إجا وتبين أنه نازل عشرة كيلو يعني صحيا صفى بطريقة ورد حالة الصحية وما منعرف نحن إذا نهار الجمعة نهار الجمعة يعني بـ 11 11 من هذا الشهر 11 من هذا الشهر الموقف النهائي يفترض عم بيقولوا كمان أنه يمكن يخلقوا له شغلتان جدد ويسألوا عنها آه يعني تهم جديدة تهم جديدة نعم تهمتان جدد ويسأل عنها إذا بقي مثل ما هو يعني أكيد ما اعترف نحن منعرف أنه بالقضاء الياباني جميلا 99% من يلي بيتوقفوا بهالطريقة بيعترفوا بالزم حتى تسنى القضاء للإفراجي عنه بس بهالوضع هذا ما بنعرف لحديث وين بدنا نوصال يعني يعني أنت لا تتوقع انفراج نوعا ما في شغلة كتير مهمة هلأ هو قال أنه تصرف بنا زيها في عنا اليوم قصة رينو رينو اليوم بعتقد بدأت تبلش تعمل كونتر أتاك على يلي قاله هو لأنه معترف بالزنب نحن منعرف اليوم شو هي شركة نيسان وشو هن اليابانيين يعني استعملوا بدك تقول القضية الوطنية بالنسبة لهم إذا بتروح على اليابان اليوم بتشوف ميتسوبيشي فيه ميسيو ميتسوبيشي اللي هو عائلة سوزوكي ميسيو سوزوكي موجود إذا شفت كمان تويوتا عائلة تويوتا موجودة بس وهو دي كلها يتون عندهم أمباير بالأندستري بعد الحرب العالمية أصبح اليوم كلمة نيسان إذا منشوف مرتدفات كلمة نيسان ني من كلمة نيهون جابون والتاني سانجو سانجو يعني اندستري يعني كلمة نيسان مربوطة من كلمتين الأوليات يلي هن بيمثلوا الاندستري جابونيس ما هيقبلوا ولا بشكل من الأشكال إنه الفرنسيين ولا الرنو فيه تضارب مصالحي يوضعوا اليد على هالشركي بس من يدير هذا التضارب المصالح هو المدير العام الذي هو الذي خطط على ما يبدو لكل هذه العملية مع أنه كان رجل ثقة لكارلوس غوسل الياباني بس نعرف نحن أنه بهيك الظروف إذا عم نحكي بمئة وثلاثة مليار دولار عالميا مئة وثلاثة مليار دولار يعني الدين طبع لبنان اليوم كله سوا مع بعضه يعني نيسان بالنسبة للعالم هي دولة والرنو كمان تعتبر دولة يعني بوقت فيه أضايا مالية من هالنوعية الواحد بيقلو خاصة إذا اليابانيين كانوا بالصورة بدون يرجعوا يضعوا اليد على الأليانس اللي عاملنا بين بعضهم أصبح اليوم بدأت تنقلب على اليوم اللي قالوا كارلوس وصن بالمحكمة يمكن يقلب على سايكاوا ويمكن سايكاوا يبعثوا وراه على التحقيق لأنه له أدلة على هذا الشخص وهو يقول أنه كان طبعا دائما يتعامل مع المسؤولين مباشرة يتخذ قرارات دون أن يستشيره من هيك هلأ يمكن يبعتوا وراه ويمكن ولكن السؤال لماذا لم يطالبوا به منذ البداية أنهم كانوا على علم والتقارير كانت واضحة لأن بالأول ما كان عندنا إلا ريبورت نيسان واتهمت نيسان تجاه تجاه كارلوس وصن بس هذا اللي كنا عارفينه اليوم صرنا بنعرف شوية زيدة لأنه المدعي العام والقضاء قالوا بشو متهم غصن اليوم طعم نسبع على المزبوط على المزبوط شو متهم غصن بقى من اليوم ورايح بما أنه هايدي اسم من التهمة يمكن يسألوا سايكوا عليها وسايكوا يمكن يدفع إيمتها غالي ويمكن نيسان تدفع إيمتها غالي تعتقد أن أسهم نيسان ترتفعهم ستنخفض هلأ في وضع خاص نحن نعرف أنه بهيك أوضاع وقت بيكون في وضع خاص من هالنوع لا ترتفع الأسهم أبدا تنخفض في البورصة لأنه اليوم نيسان ما إلا راس نيسان ما فيها رئيس مجلس إدارة حتى سايكوا ما قبلوا فيه يعمل مجلس إدارة رينو طلبت بالجنرال أسامبلي مشين يعملوا مجلس إدارة يعني معجل وإكسيبشونل رفضوا اليابانيين يابانيين بهمهم أن يحطوا أكسبرت بشين تيرسوا الوضع وبمارش يطلعوا الريبورت طبعهم بالقضية من جنفير لمارش يمكن يكون كمين ثلاثة شهر ويمكن يظل كمين كالوس وصن هك إن شاء الله أنا بعتبر أنه بحتاش الشار يمكن يخلص أنتوان منسل شكرا لك شكرا لك شكرا لك